تستمر المعطيات الاقتصادية العالمية الصعبة ما بين ارتفاع تكليف الغذاء والوقود وتشديد السياسات النقدية تستمر هذه في تشكيل المعنويات للمتعاملين في السوق النفط وصل إلى نحو 114 دولار للبرميل فيما مؤشر الأسعار السلع الزراعية يصل إلى مستويات قياسية مرتفعة لكن أمس ارتفع مؤشر الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للجلسة الثالثة بمساعدة شركات التكنولوجيا الصينية وانتعشت العقود الأجل الأمريكية والأوروبية مرة أخرى بعد انخفاض كانت شهدته وولد ستريت أمس الأرقام الصينية أو بيانات الاقتصاد الصينية التي سمعناها أمس والتي كشفت عن انهيار في النشاط الاقتصادي هناك تلتها أمس بيانات أمريكية تظهر أن النشاط التصنيع في ولاية نيويورك أيضا تقلص وبشكل غير متوقع في مايو وبتكون المرة الثانية في خلال ثلاثة أشهر نشهد هذا التقلص أضف إلى ذلك تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا وصراع الصين لاحتواء كوفيد كل هذه بتعطي خلفية تشير إلى أن النمو العالمي بالفعل قد يتباطئ بشكل أسرع مما كان متوقعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أن روسيا سترد إذا مضت السويد وفنلندا قدما في عضويات النيتو تركيا عادت وأثارت مرة أخرى اعتراضها على انضمام البلدين بسبب ما تزعمه تركيا دعم الدولتين لمجموعات انفصالية كردية كوريا الشمالية في هذه الأثناء أعلنت عن تسجيل ست وفيات إضافية ناجمة عن ما تسميه بحما وذلك بعد أيام على إقرارها بتفشي فيروس كورونا فيها الجيش في كوريا الشمالية بدأ ينشر وحداته بصورة طارئة في كل صيدليات بيونجيان لتزويدها بالأدوية الآن عدد المصابين بالحمى بلغ مساء الاثنين حوالي مليون ونصف إصابة توفي منهم 56 شخص عدد سكان كوريا الشمالية بالإجمال يصل إلى 25 مليون بحسب آخر إحصاء في العام 2020 إلى أسواق المال وارن بافت واللي كان عم بخفض العديد من مراكز تحملها شركته باركشير هاثوي في أسهم قطاع البنوك فيما تأثرت هذا القطاع وتأثرت الولايات الالتحدة بشكل عام بالوباء يعود وارن بافت إلى استخدام الآن 3 مليار دولار من كومة السيول النقدية لدى باركشير هاثوي واللي تتصل إلى 147 مليار دولار عم يستثمر 3 منها بسيتي جروب هذا بنفس الوقت تخلى عن حصة صارلوا بيملكها لفترة طويلة جدا بولز فارغو لكن ليش عم بيعود يدخل مرة أخرى إذن بافت في سيتي جروب بافت بالطبع باركشير هاثوي يراهنون على أن سيتي جروب الإدارة الجديدة هناك تتولى زمام الأمور أسهم سيتي جروب أذكر كانت فقدت حوالي 21% هذا العام مقابل حوالي 16% من التراجع على الأس أن بي فقط هذا يأتي حتى مع سعي الرئيسة التنفيذية الجديدة جين فريزر لإعادة التركيز على العمليات ذات العوائد المرتفعة من بينها طبعا إدارة الثروات أسهم سيتي تتدول بأقل من القيمة الدفترية هذا ما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون بأن إدارة سيتي تدمر أي قيمة لدى المساهمين في هذه الأسهم مش هلأ عن جديد من 2018 وحتى الآن وخيرا للقوات الجوية الأمريكية قالت يوم أمس بأنها اختبرت وبنجاح سلاح يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات ترجمة نانسي قنقر